حديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون حديث ضعيف فيه راوي يقال له ابن مسعدة فقال عنه أبو داود ضعيف وقال البخاري فيه نظر وقال النسائي ليس بالقوي وقال الذهبي علي لي حديث إن القلوب لتصدأ كصدأ الحديد وجلاؤها الاستغفار لا يصح حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبة للغرباء ثابت صحيح حديث ما خاب من استخار ولا ندم من استشار لا يصح حديث لهدم الكعبة حجرا حجرا أهوا من سفك دم مسلم لا يصح حديث من علمني حرفا صرت له عبدا لا يصح حديث من خاف الله خوف الله منه كل شيء لا يصح حديث الدعاء هو العبادة حديث ثابت صحيح ثم تل النبي قول الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فجعل الله سبحانه وتعالى الدعاء هو عبادي حديث الناس نيام إذا ما تنتبه لا يصح حديث إنما بعثت معلما لا يصح أنا جد كل تقين لا يصح إن الله أوحى إلى الدنيا أن اخدمي من خدمني واستخدمي أو اتعبي من خدمك كله لا يصح حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله حديث ضعيف من كل طرقه حديث لعن الله الكاذب ولو كان مازحا لا يصح دعاء الخروج من البيت اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أضل أو أضل أو أجهل أو يجهل علي في سندهم قطاع وهو من طريق الشعبي من أم سلمة وهو لم يسمع عنها حديث عند النوم باسمك اللهم أموت وأحيا ثابت صحيح هذا والله أعلم سلامة